استعداداً لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي شهدت مدينة الإسكندرية فعليات يوم المدن العالمية تحت شعار صناع التغيير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية وفي كريمتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام مصر المتجدد بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع استعداداً لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي شهدت مدينة الإسكندرية فعاليات يوم المدن العالمي تحت شعار صناع التغيير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية وهو اليوم الذي يعزز اهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري والتعاون بين الدول للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه التحضر وبدأت فعاليات اليوم بكلمة هامة لرئيس الوزراء أعقبتها كلمات لعدد من الوزراء المعنيين وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والوجود الدولية المشاركة إن وجودنا اليوم معاً يعكس التزامنا المتجدد بالعمل الجماعي والتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع ومن خلال هذا الحدث نتطلع لتسليط الضوء على التجربة المصرية التنموية ورؤيتنا الواضحة لمستقبل يراعي الاستدامة البيئية ويسعى لتمكين المدن من مواجهة التحديات المناخية المتزايدة بفعالية كما سيتيح لنا هذا الحدث فرصة لاستكشاف حلول جديدة للتحديات البيئية التي تواجه المدن خاصة تلك التي تتعرض لضغوط متزايدة جراء التغير المناخي مثل مدننا الساحلية لدينا الآن 26 ألف مشترك في هذه الفعالية ولماذا نتحدث عن التغير المناخي ونتحدث عن الشباب أعتقد أننا مدركين تماماً لأهمية الشباب وفعليتهم ونشاطهم وخصوصاً الذين يسكنون المناطق الحضرية ولذين لديهم القدرة أن يقودوا الطريق نحو التغير شهد يوم المدن العالمي بليسكندرية العديد من الفعاليات والجلسات الرئيسية التي ناقشت رؤى وأفكار الخبراء حول الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات الحضرية نؤكد هذه المناسبات المتتالية على التزام مصر بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإذا نحتفي اليوم بأهمية التعاون بين الشباب والمجتمعات المحلية وقطاع الخاص ونؤكد أن الجهود المشتركة هي الطريق نحو التنمية الحضرية المستدامة أن مدينة الأسكندرية التي تأسست عام 332 قبل الميلاد على يد الأسكندر الأكبر تعد أول مدن العالم التي عرفت معنى التحضر والعصرية وحازت السبق الحضاري والصدارة في جميع المفاهيم المتعلقة ببناء المدن وتخططها وتحسين جودة حياة قاتنيها منذ إنشاء اليوم العالمي للمدن ظل يركز على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للمدن العالمية ويهدف إلى خلق نمط تنمية شامل ومتوازن منصق ومتسامح متعاون ومزدهر لجميع كما أقيم على هامش المؤتمر معرض للمنتجات اليدوية والصديقة للبيئة والتي تاتي ضمن تشجيع الجهات الحكومية للأفكار الصديقة للبيئة المعرض ده جزء كان مفترض من البرنامج معرض خاص بالحرف اليدوية والتراثية بأياتي إسكندرانية كل الحرفين الموجودين من إسكندرية وكل حد فيهم بيشغل في حرفها مختلفة المشروع بتاعي من 2019 بدأت بحاجات بسيطة ودلوقت الحمد لله عن دوارشة صغيرة بضرة فيها ناس بعلمهم طلبة جمعة وربط بيوت وبيساعدني في الشر تعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث العالمي بعد المرة الأولى في محافظة الأكسر عام 2021 مما يعكس التقدير الدولي للتجربة المصرية في قضية المناخ ويعكس جهود الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية ومشاركة الشباب في هذه القضية المهمة